السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء ها نحن نلتقي من جديد في درس آخر نص قرائي جديد لمجال الاقتصاد الاجتماعي الوحدة الرابعة الفئة المستهدفة مستوى ثالث إعدادي مرحبا بكم جميعا النص القرائي دور المرأة في الاقتصاد الوطني صفحة خمسة وتلاتون ومئة وستة وتلاتون ومئة سأترككم قليلا مع القطع حتى تتمكنوا من قراءتها لنبدأ في تحليل النص القرائي بسم الله مؤشرات النص الخارجية صاحبة النص فاطمة أثريول أستداء جامعية باحثة مصدر النص المرأة بين التعليم والشغل مجال النص اقتصادي اجتماعي نوعية النص تقريري تفسيري ملاحظة العنوان تركيبيا مركب تركيب إضافي ووصي مبتدأ وخبر زائد الإضافة تفيد التعليف ووصي بمعنى أن الاقتصاد هو اقتصاد وطني دلاليا يشير النص إلى وجود علاقة متينة بين المرأة والاقتصاد الداخلي الوطني باعتباره فاعل تنموي مساهم في بناء الاقتصاد وتنميته ملاحظة الصورة تجسد الصورة القطاعات الاقتصادية التي تنشط المرأة من خلالها مبرزة دورها الإيجابي في خدمة الاقتصاد الوطني كالتعليم الصحة الإعلام الصناعة تقسيم النص إلى فقرات فقرات النص يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة فقرات الفقر الأولى يشكل إقبال المرأة إلى الدراسة والفقرة الثانية وتبرز الأرقام الصادرة إلى بشكل فعال الفقرة الأخيرة حين نرى الأجيال النسائية إلى نهاية النص نجد امرأة نشيطة فردية النص لنفترض أن النص سيتناول موضوع دور المرأة في تنمية المجتمع والإكرهات التي تعيق هذه العمليات فهم النص نبدأ بالإضاحة اللغوي سنجد في الصفحة 136 من الكتاب المرشدي في اللغة المستوى ثالث إعدادي الفكرة الرئيسية أو المحورية أو العامة للنص هو تشجيع المرأة على التعليم مما دفع بها إلى مشاركة الرجل في المناصب التي كان يحتكرها لنفسه تحليل النص ومناقشة الأفكار الرئيسية الفكرة الأولى ولوج المرأة المغربية للمدارس وتدرجها عبر أسلاكه منحها القدرة على إثبات ذاتيتها فحققت مكاسب عدة الفكرة الثانية هي إصرار المرأة المغربية على حق التعليم العالي غيرت نظرة المجتمع إلى التراتبية التي كانت قائمة بينها وبين الرجل قدرة المرأة على المطالبة بحقها في المشاركة في تنمية بلدها جعلها تنتصر في هذا المجال وتبين عن كفاءتها وحسن تدبيرها وتسيرها بجانب أخيها الرجل الفكرة الأخرى بفضل التعليم وسياسة محاربة الأمية تم الإقبال على سوق الشغل سواء في المدن أو القرى والاعتراف بأحقية المرأة في خوض كل التجارب التنموية نتج عنه الإقناع والاقتناع بضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين مما أدى إلى تطوير الاقتصاد وتزايد معدل النشاط النسائي الحقول الدلالية تضمن النص حقولاً دلالية حقل اجتماعي تمثل في ألفاظه المرأة المحيط المجتمع الجنسين تنشئ الأطفال أما الحقل الاقتصادي في ألفاظه الاقتصاد مردودية مادية التنمية المهن سوق الشغل معدل النشاط النسوي القطاع العام والخاص النشاط الاقتصادي الوسط الأسليب المعتمدة في النص أسلوب تقريري يعتمد على وصف الداهرة وذكر مجالها معطيات عنها أسلوب تفسيري باعتماد ألفاظ دالة على التفسير والتوضيح مثل ولعل وتتمتل وهي إد الآن من حيث كما تبين كما أن يطغى عليه الإحصائيات والمعدلات التي هي من أبرز خصائص الأسلوب التقريري نسبة 26% وكذلك ما بين المقارنة ما بين النسبة المدينة النشطة والنسبة النساء النشطات في القرى تركيب وتقويم لقد استطاعت المرأة المغربية أن ترسم لها طريقة في البرامج التنموية للمجتمع بفضل إقبالها على التعليم وصعود سلاليمه بكل اتقاء فحققت مكاسب ذاتية لنفسها لنفسها كالاحترام والتقدير وموضوعية وقدمتني مجتمع خدمات ومساهمات في التنمية الاقتصادية للبلاد فنافست الرجل في مختلف المهن كإقبالها على سوق الشغل فلم تقتصر على دور عاملة بل رئيسة ورشة مصلحة أو وحدة صناعية وأحيانا ربة مصنع وصاحبته تدبره بكفاءة عالية بل إن بعضهن ولجنة المجال السياسي وأماكن اتخاذ القرار داخل الدولة كالبرلمان قيم النص يتضمن النص قيمة اجتماعية إنسانية هو الاعتراف بقدرات المرأة الفكرية والبدنية واستطاعت بفضل تشجيعها على التعليم أن ترتقي بمواهبها إلى السلم الاجتماعي فساهمت في تطوير المجتمع اقتصاديا وأدبيا وعلميا وسياسيا إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد ترجمة نانسي قنقر